نبدأ بالملف الأوكراني وبالتحديد ما يجري حول زابوروجيا فقد أفدت تقارير صحفية بتوقف محطة زابوروجيا النووية عن العمل بسبب قصف دمر خط الكهرباء الرئيسي إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم شنه الجيش الأوكراني للسيطرة على محطة زابوروجيا أوضحت الوزارة بأن قوات من البحرية الأوكرانية قوامها أكثر من 250 فردا حاولت تنفيذ عملية إنزال على ساحل بحيرة قريبة من المحطة في جنوب أوكرانيا وذكرت موسكو بأن قواتها أحبطت الهجوم باستخدام مروحيات عسكرية ومقاتلات هذا وقد قالت الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمر بوتين هاتفيا باستعداد أنقرة للاعب دور الوسيط فيما يتعلق بمحطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا وأفادت الرئاسة التركية باتفاق أردوغان وبوتين على مناقشة التفاصيل خلال اجتماعهما المقبل في سمرقند في أسباكستان يومي الخامس عشر والسادس عشر من سبتمبر الجاري وأشاد أردوغان خلال اتصاله الهاتفي مع بوتين بدور موسكو البناء في ترتيب زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية كما ناقش الرئيس التركي مع نظيره الروسي التطورات المتعلقة بصادرات القمح من أوكرانيا وفق الصفقة الموقعة في اسطنبول من جهة أخرى قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن روسيا تستخدم الطاقة سلاحا ضد المستهلكين الأوروبيين يأتي ذلك بعد إعلان عملاق الغاز الروسي جاسبروم وقف امدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط نورد سريم 1 إلى أجل غير مسمى ردا على وقف امدادات الغاز عبر خط أنبيب نورد سريم 1 قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جانتيلوني بأن التاكوكت لا يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها لكن جانتيلوني أشار في الوقت نفسه إلى استعداد أوروبا لمواجهة التحدي إذا لم تفعل موسكو ذلك وأوضح جانتيلوني بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد في حال استمرار موسكو في الطاقة كسلاح مشيرا إلى وجود مستويات تخزين مرتفعة للغاز وخطط للحفاظ على الطاقة في الشتاء أريج محمد مراسس كاينيوز عربية من موسكو تنضم إلينا للمزيد حول تطورات الميدانية وأيضا الخلاف حول إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا تفضلي أريج نعم فضيلة فيما يتعلق بالتطورات الميدانية لا تزال هذه التطورات تحوم أو تتركز حول محطة زباروجيا حيث تتهم روسيا بشكل دائم القوات الأوكرانية باستهداف المحطة باستهداف أيضا بلدة إنرقادار حيث توجد هذه المحطة أيضا تحدثت عن محاولة إنزال فاشلة قامت بها مجموعتان من القوات الأوكرانية في ساعات الفجر الماضية لمحاولة السيطرة على هذه المحطة وقامت القوات الجوية الروسية وأيضا قوات المدفعية الروسية بالتعامل وتحييد عمل هذه المجموعة الأوكرانية وفقا لبيان وزارة الدفاع الروسي الذي تحدث بشكل مفصل عن تكوينها وعن الأماكن التي حاولت التسرب منها والتسلل منها باتجاه هذه المحطة طبعا هذه العملية ليست الأولى من نوعها خلال الفترة السابقة كان هناك أيضا عملية شبيهة بها من ذات المنطقة وبمنطقة قريبة من بحيرة كخوفكة وهي بحيرة صناعية توجد حول هذه المحطة محطة زباروجيا لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية طبعا أيضا التطورات الميدانية حاليا تتركز بعد محطة زباروجيا وبعد منطقة زباروجيا في مقاطعة خيرسون حيث تحاول القوات الأوكرانية بشكل متكررين وبشكل يومي استهداف مواقع القوات الروسية لكن أيضا ليس فقط مواقع القوات الروسية وإنما مواقع سيطرة الروس في تلك المقاطعة فتصيب بذلك من خلال هذه الاستهدافات مواقع سكنية تتحدث السلطات المحلية في تلك المقاطعة والموالية لروسيا عن سقوط ضحايا بين جرحة وقتلة بين المدنيين أيضا بسبب هذه الأعمال أعمال القصف المتكررة الأوكرانية فيما يتعلق بمحطة زباروجيا طبعا كان هناك أيضا أنباء تتحدث عن قطع للتيار الكهربائي الذي تبعث به هذه المحطة إلى مناطق السيطرة الأوكرانية وذلك نتيجة القصف الأوكراني الذي طال أحد أعمدة الكهرباء التي تتولد هذه المحطة إلى هذه المناطق شكرا لك أريج محمد في موسكو